محفوفة بالمخاطر يخوضها المزارعون يومياً هنا في سهل عتيل في طول كرم للوصول إلى أرضهم المجاورة لجدار الضم والفصل العنصري الجاثم على أراضي المواطنين بعد تكامل سياسات مصادرة الأراضي وتهجير سكانها ومنعهم من التواجد في أراضيهم من قبل الاحتلال الآن إحنا ضررنا صار هو مش ضرر إنه بس المزرعات اللي موجودة في الحياة وموت اللي هو ضرر السنوي اللي إحنا منستنى لحظة في لحظة لهذه الزرعة اللي هي زرعة الشتوية إحنا من كلها بالعامية تبعتنا بالفلاحين تبعينا كل مرة بدي أفكر في رزقتي وكيف بدي أعيش أنا نسبة التوتر عندي عالي في الضار لأن أنا مش بتعود على الإكعاد هاي واحد اتنين من ناحية مالية والعبء المالي اللي بيقعد على الفرد الفلسطيني هو كيف يعني أنت أنت بتعاقد مجتمع كامل الاحتلال يمنع المزارعين من الاقتراب من أراضيهم لأكثر من 200 متر ويستهدفهم بالرصاص الحي الإغاثة الزراعية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلية والمدنية لم يوفروا جهدا للوصول إلى حلول تصب في قلب محاربة سياسات الاحتلال ضد المواطنين في هذه المنطقة ودعما لوجودهم وتثبيتهم فيها هناك القنابل الصوتية القنابل الضوئية التي تطير تحرك البيوت البلاستيكية خراب للمحصول عدم التمكن مريها وبالتالي عدم الوصول إليها وهذا يعني أنه هناك الخسائر بالملايين والجميع أنه يعرف أن المزارعين عندما أسسوا مزارعهم عندما بدأوا في الزرعة هناك الكثير من المدخلات التي كانوا شراءها ربما بالدين وبالتالي هو لا يستطيع أن يوفي بدينه استهداف سهل طول كرم والتضييق على المزارعين هنا يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الكرمي باعتبار هذه المنطقة هي السلة الغذائية لمحافظة طول كرم من جهة وطوك نجاة لمئات الأياد العاملة ومصدر دخل لهم من جهة أخرى صورة أخرى من صور العقاب الجماعي الممارسة بحق الفلسطينيين في إثبات من قبل سلطات الاحتلال لعقيدتها الإجرامية من أراضي سهل عتيل إلى الشمال من طول كرم بيان ذياب تلفزيون فلسطين